أهلا بكم في جوشو بعد مرور أكتر من شهر على العدوان على غزة وفي ظل حرب الإبادة اللي بتمارس في حق إخواتنا الفلسطينيين والتخازر العربي اللي حصل تجاههم واحساسنا كشعوب عربية بالعجز وقلة الحالة تجاه إخواتنا ونصة القضية لأننا فعلا مغربين على أمرنا مش قادرين ننزل المظاهرات والدين اللي بيحصل زي ما بيحصل في الدول الأوروبية مش قادرين نفتح المعبر وندخل المساعدات لإخواتنا اللي بيننا وبينهم خط بس لحد ما لجأنا الحل سحري هنقدر من خلاله نساند إخواتنا الفلسطينيين المقاطعة المقاطعة شكل قوي جدا من أشكال المقاومة بدون سلاح عشان نضغط على عدوه المقاطعة لكل منتج بيدعم الكيان المحتل وكل برند بيدعم الإبادة العرقية لشعب بريء المقاطعة مقاومة ضد اللي بيساهم بشكل غير مباشر في مادة عدونا بالأسلحة والسوريخ اللي بيتموت إخواتنا الفترة الأخيرة لأول مرة نشوف أغلب طواف الشعب باختلاف مساويات معاشتهم بتجمعين حولين الحل ده وأكيد التمن اللي هنضح بيه قدام المقاطعة ولا حاجة مقابل للعشر تلاف شهيد اللي راحوا ضحية الحرب على غز ولكن الموضوع ده ما عجبش اتنين الصهينة وشركائهم أصحاب البرندات اللي بيدعموهم لدرجة أن احنا شفنا كذا انفلونسر في الوطن العربي نشروا أن فيه شركات اللي تلوم هنديكم فلوس مقابل أنتم تعملوا حاملات ضد المقاطعة دي وتقولوا بيها ملاش لازمة بص هتتسرح العمالة الصناعة هتبوز وليه بقى ما بتقطعش بقى المنتجات بس مهما عملوا لو قدروا يشتروا في المشاهير الإعلام عندنا واعي لحاجة زي كده وقادر يواجه الحملة دي بحملة بضدة على الأقل لدعم الصناعة المحلية ويوعي الناس بالمقاطعة موضوع المقاطعة هذه المقاطعة لم تؤثر ولن تؤثر إنما مين بيتأثر العمالة اللي كانت بتشتغل جوه المحلات دي أنا أحدثك عن مئات الآلاف الذين يعملون في هذه الشركات مين يأكلهم؟ هتأكلهم أنت؟ أنا كشركة مبيعات قلت ماشي ناس الناس اللي بتمشي دي في الشارع مين هيأكل الناس دي كلهم حروحوا سبيروا سباتس مين حيوقف جنبهم؟ الدولة ما تقدرش لاش دعوة الدولة يعني ما آخر يعني مشاكلها الدولة آخر مشاكلها المواطن؟ طب يا عم اعتبروهم كباري وهتموا بهم شوية معلش بقى يا مواطن ما صدقنا حسنا من حالة المواطن الاقتصادية ما تجيش بقى تبوزها لنا بالمقاطعة معلش يا عمر الناس بس مخنوقة شوية فعايزين يعني يعملوا أي حاجة وبعدين عايز أقولك حاجة ما حدش قال نقطع احنا بنبادل منتج بمنتج ويعمل الفلوس اللي كان بتتدفع لمستثمر أجنابي بيدعم كيام بيئة الإخواتنا دلوقتي هتتضخف اقتصاد بلدنا الناس مش هتبطل شور بقهوة ولا هتبطل أكل برجر المواطن اللي كان بيشرب قهوة هيفضل يشرب قهوة فالفلوس اللي كان بتتضخف القهوة زي ما هي بس المرة دي هيشتري من منتج محلي وهيدعم منتج بلده وفلوسنا اللي كنا بندفعها هتفضل زي ما هي في مصر بدل ما كان بيطلع منها جزء كبير كأرباح بره البلد وإحنا عندنا أزم الدولار ونفس العمالة اللي كانت شغالة في المحلات دي هتشتغل برضو في الأماكن اللي هيزيد عليها الضغط لما نعمل المبادلة لا بس في الخير عمرو صراحة طول عمرو واقف جنب المواطن لا لا أنا بقول عمرو قديم يشتغل فعلا نقيب العمال مع هذا طبعا عمال الحديد والصلب اللي انت يا عمرو كنت مؤيد قرار قفل مصنعهم أنا بقول المسؤول اللي خد القرار إنه هو يصفي الحديد والصلب انت راجل شجاع شجاع ايه يا عمرو هو بيصفي الشركة ولا بيصفي خليق رهابية ايه ده؟ طب والعمال اللي شغالين يا عمرو في الحديد والصلب دول يعودوا في البيت عادي بس إلا مقاطعة الدينار بوكس من كينتاكي عشان غزة دول مش مشكلة وبعدين معلش يا عمرو هو مين أول واحد ذكر كلمة مقاطعة في الإعلام المصري من سبع سنين فاكر اللي ما أعجب كل شيء أطعوب هو لما قلتها على عمال قطاع الدواجن اللي شغال فيها اتنين مليون مواطن مصري وبسبب أزمة الأعلاف اللي الدولة المصرية السبب فيها بسوق كله نهار بتاع الدواجن فاكر عمرو قتها كنت بتروج لحاملة ايه؟ عايزين فراخ ما فكرتش لحظة عمرو في الاتنين مليون عمل طب العامل الغلبان اللي بينظف الفراخ بجنيه عشان يأكل عياله ما فكرتش فيه سيبك بالفراخ فاكر لما دعيت لمقاطعة العربيات القطاع بتاعهم منهار بسبب أزمة الدولار والتديق على الاستراض فاكر عمرو قتها روجت لحاملة ايه؟ خليها تصدي عارف كم العمالة اللي شغالها هناك قد ايه؟ عارف إن جيوبهم هي اللي صدت في الآخر؟ بلها عمالة يا جدعان ونركب عربيات كره عشان فشل الحكومة لأ أحدش يستغنى يا جماعة عن الكرم الميكاتو طابل شوت سبريسو عشان عمر قديم ما يزعلش تفكرهم كده يا عمر كنت فيه لما اللحمة غليت آه صح كنت بتاكل لحمة لكن في نفس الوقت كنت بتقول للفقير اللي مش قادر يشتريها بسبب فشل الحكومة وبلاها لحمة ولإن الحكومة في المشهد ما فكرتش لوهلة في الجزارين والعمال اللي بيربوا مواشي تجار الأعلاف المطاعم اللي بتعتمد عليها مش مهم كل دول يعودوا في البيت بس مش هنستغنى عن البيف بيرجر عشان إخواتنا في غز ها نفكرك تاني يا عمر ولا كفاية ممكن نفكرك لما تم التديق على شركة جهينة اللي شغل فيها برضو عمال غلابة غلطتهم برضو يا جدعان وهم لو كانوا صهينة كان زمان عمر بيدعمهم بس شوف رغم كل دا يا عمر لسه برضو في بدائل كتير موجودة وأكتر من شركة مصرية أعلنت أنها بتفتح أبوابها للعمال اللي هيتضرروا من المقاطعة آسف أصدق مبادلة المنتجات أنا بس يا عمر مش فاهم أنت زي بعد كل دا جاي تهاجم المقاطعة بشكل مباشر كده طب يعني حتى على الأقل قولها بشكل غير مباشر خد بقى غير المباشر طبعا الناس دي بتدفع درايب مش دفعين السنة دي بيدفعوا نور وكهرباء مش دفعين إحنا قفلنا شوية فروع ملايين بتترمي عشان مين إحنا عادي إنهم لهم هاتوا استثمارات وادخلوا معانا في حاجات بعد كده كل سنة أنت طيب وعندما ينتهي هذا الأمر تيجي تقوله بقى يا شركة كذا ما ترجع يقول لك أرجع فين لو في حل يا عم قاطع زي ما أنت عايز خلي المحلات دي تقفل وتروح وما ترجعش تاني واحد يقول لك إيه مقترحاب بقى سينمائية يقول لك آه دول لما يمشوا يروحوا للصناعة المصرية اللي ابتدت تزدأ مين دي اللي بتزدهر يا حبيبي لأ في دي معاك حق يا عمري بصراحة ما فيه الصناعة عندنا بتزدهر كان صناعة التطبيل أي نعم الجودة قلت عن تطبيل زمان بس غزرت الإنتاج تعوض وغريب قوي أنت يا عمري ما كانش عندك مشكلة دولة تمنع الاستيراد بحجة وقف نزيف العملة بس عندك مشكلة كبيرة قوي في مقاطعة بيرجر وقهوة عشان وقف نزيف إخواتنا في غزة بعدين صناعة يا عم عمري ده أغلب المقاطعة معمولة لأكل وشرب قالتها صناعة مين دي اللي بتزدهر يا حبيبي سوري يا عمري أنا آسف فعلا الله يسامحوا أنا فاكر كده كان فيه حد زمان قالنا إن الصناعة في نصر بتقوى قوي وأنا كنت بحلم ولا يجب أنه حيي الصناعة المصرية للغزاء التي تطورت جداً مالعملت سعالين يا عم عمري ومحسسنا إن احنا كتمين على نفس الصناعة ومنعينها من الازدهار الناس دي بتدفع الدرايب كلمنا عن الضرايب الضرايب أي عملة نخسرها وبتتكلم عليها مش تاخد لفة كده الأول على الضرايب قبل ما تتكلم حضرتك الدولة بتاخد ضريبة على الدخل ضريبة على المرتبات ضريبة على الطوابع ضريبة على المبيعات ضريبة على القرية ضريبة قيمة مضافة ضريبة ضمان اجتماعي ياخد أنت لما بديجي ترخص عربية جديدة بياخدوا حاجة اسمها ضريبة الواحد في المية بقوا بينزلوا الضرايب بالنسب ما بيقولكش حتى يا بتاعت ايه حاجة كده اللي هو ايه حلوط العربية جديدة كل الضرايب اللي دخل خزينة الدولة دي وخلاص الشالموب بتاع ستارباكس هو اللي هيس انت اقتصادنا بعدين يعني فرضا فرضا أنا بشتري بيرجر وقهوة بمئة مليون جنيه بدل من نسبة المئة مليون جنيه دي يخرجوا من بره للشركات الأم اللي دعا عمل الاحتلال بلادنا أولى بيها لما اشتري قهوة وبرجر من منتج بلدي امريكا النهاردة بتدعم إسرائيل بقنابل بقيمة 320 مليون دولار عمر أنا فهم وجهة نزرك بس مش كل الناس زيك فيه ناس كده عندها ضمير ما بتعرفش يتنام طول الليل من أحساسها بالتأثير بتحول تعمل أقل حاجة تقدر عليها لأخواتنا في فلسطين يا عم لو مش عاجبك اللي بيعملوه سيبهم في حالهم ولو عايزين تقطعوا بجد ما تقطعش أمريكاني بس الانجليز موجودين ما تقطعش انجليزي بس الفرنسويين موجودين ما تقطعش فرنسوي بس الألمان موجودين انت عايز حاجة بجد ولا عايز نخسره بس طيب لو عايزين ورونا بقى أخبار الدواء إيه أخبار البنزين إيه محدش ليه بيقاطع البنزين لا هو المنظر أنا ستارباكس مش هروحه أنا معاك لو هي شوكا في ظهر طب ده ما بحضراتكم محدش بيستغنى عنه ليه ما ده أمريكاني شوف يا أخي عمر قديم رغم من تليفونه قابل إلا إن شغله كله معتمد على سامسونج ايه عمر عايزة بتهدي أعصابك كده ما تقفارش مش عارف انت مقفار ليه فيدفاعك عن ماك ده أنا ما شفتاكش بتتكلم بالحماسة دي عن أسيوبيا اللي هتمنع عننا ماكي النيل بس فعلا معاك حق صراحة ماك وستارباكس زي الأدوية بالزب بقرن السلع الترفيهية اللي لها بديل وطني بالسلع الأساسية اللي ملهاش بديل والله لولا اللي بيحصل اللي قال لنا في غزة كنا عملنا عليك حفلة بس الإحساس نعمة برضي عموما يا جماعة هو نصبنا كده ناس تستثمر في الأدوية والصناعات الحديثة وناس تستثمر في أكبر نجفة وأكبر سريعالة يا عمر اللي قفل المصانع ونقلها مثلا للمغرب والسعودية هو السبب مش الناس اللي عملت مقاطعة السبب في تدمير الصناعة هو لزحم المستثمرين وأكبرهم على هروب من مصر المقاطعين مش هما اللي وقفوا زابط مقاتل خط جنبالي وزود البطالة مش هما اللي أخدوا قرار منع البناء ودمروا المقاولين صعبوها على عمالي يومية يا عمر انت سيبت المسؤولين عن أسقصة أجناحك الاقتصاد واهتمت بس بالتشيكل وانجز عندك ايه تاني يا عمر محدش ليه بيقاطع البنزين حضرتك إحنا ده بالذات كده كده مقاطعينه غصبا عننا عشان الدولة رفعت سعره لأسبوع اللي فات وبعدين إيه ده نقاطع البنزين ليه ده إحنا حتى بنستورده من السعودية اللي هي بلد عربي دعم الأضال في الصينية وكيد يعني ما عندكش رأي تاني في الموضوع ده يا عمر إحنا بنقاطع عشان ده أزم الدم وكرامة اتحاد الشعوب العربية لأول مرة بالشكل ده بيدينا إيمة المقاطعة في الأول أو في الآخر بتكون رد فعل لضميرك أسلوك متحضر جدا أنت كإنسان لازم تكون رافض فلوسك تساهم في الإبادة اللي بتحصل في حق ناس أبرياء في غزة كلام كبير عليه كان عارف مش هتفهمه لأنت ولا اللي بيفكر زيك لا لا عايز أقولكو حاجة ده إحنا انبسطنا جدا لما شفنا عمر أديد بيهاجم المقاطع شاية أكدنا إن احنا كده ماشيين صح وبنشكر الظروف اللي أظهرت لنا إن الناس نوعين اليومين دول ناس شريفة بندعمها شايفة إن الوضع آيس كوفي على الآخر وناس خسيسة مش قادر يستغنى حتى عن برضو الآيس كوفي استنوا أهلا بيكم مرة تنة معنا دلوقتي فقرة عن إعادة ترتيب المفهم العالمية زي ما كلنا عارفين إن احنا بنمر بفترة مفصلية بتاريخ العالم بيتطر العالم فيها إنه يجدد مفاهيمه وقوانينه ولا وايحه ومعلي كلماته ودلوقتي إحنا في لحظة تاريخية فاصلة لإعادة تعريف كلمة الإرهاب ما هو الإرهاب يا جماعة بس قبل ما نبدأ يعني بين وبينكم إحنا كعالم جايين نسمي المقاومة الفلسطينية إرهاب وإسرائيل مش إرهاب فبناء على ده هنعيد ترتيب مفهوم الكلمة عشان نشوف بكل حيادية هو من الإرهابي المقاومة زي ما كلنا يعني عارفين ولا إسرائيل لا سمح الله المهم يعني خلينا في سؤالنا يا جماعة ما هو الإرهاب الأم المتحدة بتعرف الإرهاب على إنه استخدام العنف ضد الناس لتحقيق غرض سياسي حلو تبقى مبقى للتعرف ده مين بقى المفروض اللي تقال عليه إرهابي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياه أن إجراءات السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية ستتم بعد الانتخابات العامة سأتأكد من سيطرتنا على المنطقة الواقعة غربية الأردن نحن الآن في خضم مسح 800 كم من الأراضي لتكون جزءا من إسرائيل أنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية والنقاط الاستيطانية المنعزلة إن الناس نبسط سيادتنا على يهود والسامرة ولا يوجد تغيير في خطتي بهذا الشأن إذا وافق الفلسطينيون أو لم يوافقوا إسرائيل ستحصل على دعم أمريكي لتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن والشمال البحر الميت وكل المستوطنات الكبيرة والصغيرة في الضفة الغربية يارب ما حدش في الأمم المتحدة يبقى سمعك تهجير واستحواز الأراضي وبناء مستوطنات يبقى إرهابي؟ واللي بيسرق بيت غيره يبقى إرهابي؟ أنا رأيي نجيب يعقوب الحرامي هو اللي عدل للتعريف ده؟ أصل لو ما غيرناش مسمى الإرهاب احتمالنا تانية هو اللي يتحاكل أصلها شكلها من بره وعود سياسية في انتخابات ديمقراطية بس لو ده قاتل فيها هتلاقي تشريعات لقاتل الفلسطيني وتهجيرهم بس ما تقلقوش مش هنغير كتير بص إحنا نعمل إيه؟ هنزود دي بكس معايا دعم يبقى المصطلح استخدام العنف ضد الناس لتحقيق غرض سياسي بشرط تكونت معاك دعم أمريكي طالما مش معاك الدعم الأمريكي تبقى إرهابي عايز تقوم يا ابن الحلال روح لمستر محمد في اسم منهتن وطبع ام البنت جون وأول ما الكونجرس يوافق مبروك اتحولت الدولة العربية كاملة السيادة وخلاص بقى مش تحتاج تعمل الأنفاق تاني كله كباري الانتخابات بتتحسم عادة باللي يقدر يجمع أصوات لكن في اسرائيل باللي يجمع أراضي أكتر عشان كده لو حد ينافس نتنياهو بعد اللي حصل لازم برنامجه يكون من البحر للنهر وبشرط يكون معا إيه دعم أمريكي ولا تكون إرهابي طب ده كده لابسة في اسرائيل يا جدعان طب تعالوا نشوف التعريف اللي بعده يعني يمكن يطلعنا من الأزمة دي يمكن يكون أوضح أبا يقول لك بقى يشمل إرهاب تخوف السكان أو الحكومات أو اكرههم من خلال التهديد أو ارتكاب العوم وقد يؤدي ذلك إلى الوفاء أو الإصابة الخطيرة حلوة يا جماعة أعزون لدي بقى لابسة أوف المقاومة مشاعفوا يطلعوا منها تعالوا وأصلحوا تكسخوا طام كما שיותر שלא لاشين منهم زخر אנחנו متيلين مصور مخلط على إيرها אין خشمل אין مزون שלא הם לא إيمة שלהם לא أي ילדה שלהם לא التنوقות שלהם אין מים אין דלק הכל סגור אתה יש לכה שאני חשכן ערבי אתה לא תחכה שהוא יבוא אליך הביתה תכנס אליי אליו הביתה בתيراب אנחנו נרחמים בחיות אדם ואנחנו נؤגים ביתם أصول להם לחיות לחיות אלה أظن بعد التصريح دה لو أنت حتى محايم مبتدئ هتوقع في الغלط وتطفط وزير الدفاع الإسرائيلي مش على قوام الإرهاب على العرب السجايز بعدين يا جماعة مين قال قصر المستشفيات أصلاً إرهاب ما هي المستشفات دي إيه مش فيها جرحة والجروح دي مش فيها إيه مش أكساموا القومة تبقى إرهاب حتى المدارس تتقصف مش فيها سلحة تلميز معلاش حد يفهم إرهاب دو ألا مش إرهاب أصلاً ما ينفعش برضو تفزع السكان مرة واحدة كده بالقصف والتهاجير ولا تبقى إرهابي أصول להם لخيوت لخيوت يا ليه اطعنهم الأكل والشرب والكهرباء والوقود ولما ينفجر في وشك أنا شايف تعريف الأمم المتحدة هو اللي يتغير ونقول كده على بلاطة إن الإرهاب هو تخويف السكان الغير أصليين وتخويف الحكومات المتطرفة وقد يؤدي ذلك إلى الإبادة أو القتل الجماعي آه شكركم مش مقتنعين مش هنعرف نأكد إن المقاومة جماعة إرهابية بتعريفات الأمم المتحدة صح؟ هي الأمم المتحدة ايه أعرفها بالإرهاب أساساً؟ رأيكم أجيب التعريف من الانتربول هو الانتربول بصراحة أحسن حد يعرف الإرهاب بقول لك إيه بقى الانتربول يشتمل الإرهاب على مجموعة من التهديدات مثل الجريمة المنظمة والاعتداءات باستخدام المواد الكيميائية والبيولوجية والشاعات النووية والمتفجرات ما عليش هو في حد يجرؤ يدعي إن إسرائيل تعمل حاجة زي كده مش نروع لها إرهاب قال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية إميخاي إيال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن مضيفاً أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض هو أنت عشان وزير التراث عايز تحول الفلسطينيين كلهم لتراث أه ولا أنت عشان يعني ما عندكوش تراث عايزين تقلل كل الناس من غير تراث وليه معلم قنبلة نووية عمل لهم إفرام وقفهم كده طوابير أصد تقريباً المناظر ديت بتعجب الإسرائيليين جداً أحيي تقريباً كده تعريف الإرهاب هو نفس تعريف الحرب على الإرهاب آه بس الأول خلي بالك لازم تاخد دعم أمريكي تنزع الإنسانية عن أعداك واضرب نوو ولا تبالي أحيي جدعان أنا متأكد إن بالقانون ده مش هنقدر نمسك حاجة على المقاومة أنا أسمع أن هي واخد دعم من حركات مقاومة في بلاد تانية يعني بتستعين بعناصر أجنبية أيوة وده بيخالف قدامه هو نص قانون الإنتربول للإرهاب أيوة في سطرتين هو بيقول الإرهابي هو اللي بيحرد الناس من جميع أنحاء العالم وخصان الشباب على مغادرة بيوتهم والسفر إلى مناطق الصراع من اللي بيعمل كده؟ بريطانيا وهولندا كانت المكان المفضل لاستحضارهم في البدايات ومؤخراً أصبحت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وجنوب إفريقيا في بلدان المعتمد من قبل إسرائيل Dear� soup They were having several meetings with Israel on the agenda in prayer houses around where I lived In november 2013 a Ukrainian Jewish woman Elena Zakusilo appeared on a TV program in Ukraine Сколько лет в армии провели؟ 6 Вы продолжаете работать на израильской специالج��chan? Да Вы убивали людей? Да Приходилось стрелять в детей? Да Сколько людей вы убили? أيضا ماموتها مش مصدقة تقول لها قلت لك ما تقوليش الكلام ده على التلفزيون حضرتك ده مش بس إرهاب ده جرايم حرب وعملت أطفال من جهة وقتل أطفال من جهة تانية إيه ده؟ جايبين مرتزقة ومأجرين شاتت من العلم؟ أظهر يا عمال الشعب الإسرائيلي إيه؟ أول مرة شوف مرتزقة بيجوه مرتزقة يعني يا بنتي مش فاكرة؟ لأ بجد انت ضحية مجتمع إرهابي لا لا ده مش تمول إرهاب خالص انت شغالة في شركة رسمية وفتحة فروع الإرهاب ده لهم ملسمة ولبسة قديدس مش أصلي وإحنا اللي كنا فاكرين الدواعش وصلوا لمرحلة من الدموية والإرهاب محدش وصل لها فكنا إن في دواعش وشعرون بسبسب وعليهم زرقة وبتطلعوا كده يفتخروا بإرهابهم في الإعلام عادي أنا بس عندي سؤال طب الإرهاب الداعيش بيقتل المختلف معه فكرية أنت بقى كطفلة كنت عاشة في أوكرانيا الطفل اللي قتلت في فلسطين ده مختلف معاك في إيه حاجة بس كده للمجتمع الدولي دي عايشة دلوقتي عادي وبتسافر وبترجع ولا فرق معها وأفعالها دي ما بتتحطش في أي تعريف من تعريفات الإرهاب يا أستاذة يا ريت بس تفتكري أسامة ضحايا الأطفال عشان نديني المقاومة الإرهابية لا إنتربول قيمة إليش لا ما فيش مذكرة تعتقال ولا حاجة يا ريا يا جماعة دي كده بسط منكو على آخر لازم الإنتربول يعرف ويعدل تعريفه الإرهاب لاحسن يقوله على إسرائيل إرهابية طب نعدل تعريف الإرهاب مثلا ونخليه كل ما نحاول بشكل مباشر التعدي على أحد مرتزقة جيش الاحتلال معلش يعني ما بقوش يتفعله مرتباته وكمان يتم إيدانتهم ما يبقى موته خراب ديار بعدين فبتوع المقاومة دول عايزين نحط تعريف الإرهاب يدينهم هما بس طب بقولوكو إيه لو ما عرفتوش يعني تلاقوا حاجة يدينوا بها المقاومة يبقى فيش أمل تقنوا حد طب نشوف سبب تاني نقول إيه نقول إيه أيوة إيه رأيكم نشوف مثلا استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية هذه بقى لبسة في المقاومة بس وكما قال إشعياه فلن نسمح بأن تعيش حماس إلى جانبنا ولتكن حدودك مهللة قائدنا الأول موسى قد خاطب شعب إسرائيل عندما كان بصدد الدخول إلى أرض المعاد وقال إنهم سيجدون هناك جبلين يواجه أحدهما الآخر مصرحة؟ إنتم كدولة إسرائيل ناقصكم بس النشد الوطن بتاعكم يبقى صليل الصوارم يا أولاد الصوارم لا لا طبعا ده مش استخدام للدين في السياسة لأن مفيش دين بيقولك تقتل أطفال أصلا ووضح كده أن معارضة المجتمع الدولي لإستخدام الدين في السياسة بيكون على حسب الدين وعلى حسب مين اللي بيطبق السياسة بس كده يا جماعة يكون خلصنا كراسة تعريف تحت الإرهاب وزيما شفنا بالطريقة دي إسرائيل بريئة ومش إرهابية طبعا هتقول لي قال لا مال مين الإرهاب؟ أنا أقول لي قل لي مين عنده مرتزقة؟ إسرائيل ومن اللي بيستحوز على الأراضي الآخرين بالعنف؟ إسرائيل ومن المحتل؟ برضو إسرائيل ومن اللي بيقتل وبيحرض على قتل نساء والأطفال؟ أكيد إسرائيل ومن اللي بيهد المستشفات والمدارس على المدنيين الأبرياء؟ إسرائيل كله إسرائيل يا باشا يبقى مين الإرهابي بالتعريف الجديدة؟ حماس طبع مجتمع الدولة استنون أهلا بكم مرة تانية بصوا من غير مقدمات الفقرة دي هتكون عن بيوم فؤاد اللي مش عايزين موجة الهجوم عليه واللي حصلت الأسبوع اللي فات وكان الترند في الوطن العربي كله تاخدنا عن الأحداث في غزة لكن للأمانة اللي عاملوا بيوم فؤاد ميه علاقة باللي بيحصل في غزة واللي علاقة بالناس اللي بتموت والجرحة والمصابين والبيوت اللي بتقعها هناك تقولي إزاي يا عام؟ بيهل علاقة؟ أنا أقولك الناس في غزة متابعين اللي بيحصل حواليها في الدول التانية ومن خلال متابعيتهم بياخدوا الأمل اللي بيعيشوا عليه ويكملوا حياتهم به موجة التضامن اللي بيشوفوها بتحسسهم إنهما مش لوحدهم لما يلاقوا الناس اللي هما بيحبوهم وكانوا بيتابعوهم يعملوهم لايك وشير بيضحوا عشانهم وبيتضمنوا معهم وقولوا لأ إحنا لا يمكن نرقص ولا ندحك ولا نمثل لحد ما نتطمن على أهلنا اللي بيموتوا في غزة الكلام ده بيديهم الأمل ويديهم دفعة معنوية بيخلي المصاب فيهم قادر يخيط الجرح بتاعهم غير بنك بيخفف ألم الجرح اللي مش بتوفر يتعمل له عملية جراحية بيخلي تحت الأنقاض قادر يتشبس بالأمل لحد ما يخرج بعدها ما بيعدش حتى مكانه ده بيساعد المسعفين عشان غيره يخرج ويقوم وشفنا ده بصراحة في محتوى ناس كتير من اللي موجودين هناك في غزة منهم الصحفي معتزل عزايزة اللي كتب استوريا عنده إنه حزين جدا لما شاف ناس بترقص في وقت ما أهلنا في غزة بيموت ده فعال معنوية دي شفناها برضو واضحة جدا في موقف الفنان محمد سلام اللي قال بس يا جماعة مش قادر أرقص وأغني وليه ناس بتموت ما قالش أكتر من كده وبدل ما بيومه فؤاد اللي يعتبر واحد من أعز أصحابه ويدعمه على موقفه الإنساني ده أو حتى يسكت لأ طلع يهجمه وينتقده قدام الجمهور السعودي رغم إنه محدش أصلا كان مركز مع المسرحية ولا مي بيمثل فيها ولا مهتمين بها أصلا سوى قرر يصحها تاني ويحط الطاش بتاعه فيها الهجوم على بيومه فؤاد ما كانتش بس من كل مصر لأ ده كان من الفنانين قبل الجمهور حاب يستعطف الناس عشان تدعمه بس ملقاش غير شخص واحد بس هو اللي يتعطف معاه ويدعمه اللي انتو بتعملوه مع بيومي في قادة هو الراجل عمل إيه جيت المملكة العربية السعودي أو ليه الشرف هو عمل إيه الراجل من حقك إنك تعتذر على المسرحية لكن مش من حقك إنك تغضط في فنك الفن المصري ده رسالة عظيم احنا بمجيش عشان ندخل حضراتكم احنا بنقدم بنقدم فنية انا نستعبط ولا نازل نازل أقول يعني انا نستعبط طول كده من لون الفن المصري المواهب المصرية إنما إيه آيوه طبعا ما انتو راحين عشان الفلوس احنا مش بتعمل فلوس اقسم بالله آه بيشتغل عشان الفلوس فيه مشكلة في إنه حد بيشتغل عشان الفلوس والله العظيم ما بتعمل فلوس هو عامل إيه عامده مصاريف عامده مقصات تلاتة الله العظيم يا جماعة ومشحة والله ده العظيم يا جماعة من المنصورة سعة المستشار يعلم كفاية يا أستاذ بيومي كفاية بجد ده وانا بتفرج عليك إيه دي راح تلاقي إراضي على جيب يدور لك على فكة دهالك إيه اللي أداء ده انت رايح موسم الرياض ولا موسم إشارات المرور معلش يا جماعة وبس انفعله زاد هو واضح إنه هو الفترة ديت بيدور على حد يطبطب عليه طب والله أنا ما شفتش أداء تمثيلي رائع كده من زمان أخيرا يا أخي خدت فرصة تمثل دراما بدل ما كنا حاصنك في الكوميدي طوللك الحاجة إنت لو بالأداء ده دخلت أرب جوت تلنت هتاخد 3 إكس إحنا بنقدم بنقدم فننا لأ صد طبعا يا بيوم من غير ما تحرف يا جدع باين جدا على أداءك إنتوا عارفين الفن وصل كام دلوقتي في السوق السوق؟ وما تزعلش مني ما تزعلش مني إنت بتنقض نفسك بقى واقف عمال تقول أنا مش جاي أدحك الناس مش جاي أدحك الناس واقعت كده ترمي نوكة في وشنا إحنا مش بتاع فلوس وقسم بالله يعني ما هو إنت اللي رايح عشان فلوس ولا ده فن بصراحة بعدها إيه مش بتاع فلوس دية؟ يعني بيتدحك ببلاش؟ إنت فاكر نفسك شغال في شركة المرعبين المحدودة ولا إيه؟ ومعليش يعني كل اللي إنت بتقوله ده مش متسق خالص مع لبس ماريو اللي وراك ده أكتر حد تأثر من طول الخطبة بتاعتك هي الأستاذة ما هي عزي الدين شوف شوف شكلها عامل إزاي؟ هتموت وتدخل الحمام وعلى فكرة إحنا ما عندناش منع خالص إن أنت تكون شغال عشان الفلوس وعشان لقصات لكن بتحاول تقنانها بعكس ده لإيه؟ ده أنت من كتر الأعمال اللي بتعملها عشان الفلوس الفرقة دي لو كتبت حاجة هتم تمثلها عادي يا أستاذ بايوم ريال يا أستاذ بايوم فؤاد إيه الرسالة اللي ممكن نطلع بها في ظل الظروف الحالية من مصرحية بطول تكينت وما يعزي الدين ومحمد أنور واسمها جواز استنوعي تقريباً اسم العمل مؤثر على أدائك ده بجد ربنا نجد محمد سلام بعدين ثاني واحد تعالى كده عمر يا أديب أنت ليه عمل نفسك مش عارف الناس بتهاجم بيوموا فؤاد ليه؟ أقول ليه كده أنت فاكر ناس بتهاجموا ليه؟ هذا الأمر لماذا يحدث فقط مع موسم الرياض كان فيه سبع مطربين مصريين بيغنوا فابو زابش ولا حد قرب لهم طب ما هو شغالين اهو ما حدش قال لهم بأبامة ليه؟ ليه ما حدش بيكلم الناس دي؟ لا هو بس بتاع الرياض اللي تشاتر نشتن بتوع الرياض تايبين الدنيا كلها يا جماعة النهاردة ومسكين في بيوم فؤاد غزة بتتضرب والناس بتموت ودول إيه؟ نشتن بتوع الرياض يا أخي ده انت وفر أكتر من بيوم وفؤاد فيه يا عم فواحنا الكفار راحين نهد الكعبة الناس كده بتهاجم بيوم وفؤاد ما حدش جاب سرط الرياض بس بحييك بحييك عن روحك الرياضية بصراحة يا عمر شوف رغم إن بيومه فؤاد بنفسه في أكل عيشه بس بيدافع عنه عادي احنا روح الرياضية بجد ده واصل بالحال إنه قاعد يرشد على الفنانين المصريين فيه سبعة في أبوظابي بيعملوا حفلة وأربعة في مصر بيغنوا في سرهم بيقول بالذات يازم تبلغ عنه معلش يا عمر يعني ما شفناش حد مصري في أبوظابي طلع الشتا مزميل ليه؟ وبعدها طلع ماسي كيس سود فيه رشدة وأشعة ثلاثة بلاه العظيم يا جمعان وبشحة احنا قبلناش دعم بالناس بتاعت الرياض يا عمر احنا بنتكلم على اللي رخص نفسه هناك ومش بس كده شاف إن ده مش كفاية وتطوع أن يرخص من قمة الإنسان المصري عموماً لما قال العظيم إن أنا أخر وأتصورك مع سيدة سولية وهي تعلم أن أنا مصري رغم إنك مصري؟ معقولة؟ ولا أنت خدعتهم وقلت لهم إن انت جنسية تانية وبعدها الفجأة قلت أن انت مصري بعد ما تصوروا؟ ليه وما كانوا بعملوا معاك إيه قبل ما تتشير يا بيومي أصل اللي عرفوا إن كل المصريين المغتربين عايشين بكرامتهم عادي أعتقد أن اللي انت مش عارف يعني إيه كرامة أصلاً ولا حد تكلمك عليها قبل كده عموماً إحمد ربنا اللي بتصور معاك ده ما خدش منك البسبور ومنعك من السفر بعدها فين؟ فين رئيس الحكومة من السفر مدبولي؟ من إنجازات الحكومة دي ما هو يا جماعة مش كل حاجة بتغلى بالعكس ده في حاجات بترخص قوي أهلاً بكم مرة تانية على الورق يعتبر الوطن العربي كله نال استخلاله بالكامل وإن فلسطين بس اللي محتل بس الكلام ده مش دقيق فيه ثلاث دول عربية لحد النهاردة إسرائيل محتلة أراضيها فلسطين والشعبها بقالوا 75 سنة بيقوم والتانية الجلام في سوريا والتالتة مزارع شبعة في لبنان دخل الجيش الإسرائيلي لبنان سنة 78 وبالتحديد في جنوب لبنان ووسعت من دخولها سنة 82 لما اكتاحت العاصمة اللبنانية بيروت بمساعدة حلفاء محليين كان هدفة في الحالتين محاربة منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل المقاومة والجهات الدعمة للمقاومة الفلسطينية في لبنان فضلت القوات الإسرائيلية في لبنان لحد سنة 2000 لما انسحبت هي وعملاء بس احتفظت بأرض لبنانية لحد النهاردة وعملت عليها مستعمرات وأهل المنطقة دية اتهجروا عشان يتشكل منهم فصائل مقاومة بتكافح عشان تستعد الأرض بدون ما يفكروا في رأي المسؤولين في لبنان دي أرضهم مش يسيبوها بس مؤخراً الاستفزازات الإسرائيلية وصلت لأن الطيران بتاحهم كل يوم يطير فوق لبنان على علوم الخفض وبيضرب قنابل ضوائية ويوم الحد اللي فات كلنا شفنا المجزرة اللي عملها الاحتلال في جنوب لبنان لما قاتل أسرة كاملة مكونة من أم وثلاث أطفال كل دا بيخلي إسرائيل هي العدو الأول لأي لبناني شريف إيه؟ لا بتهزر في عقصة عنده رأي تاري؟ رئيس جهاز الأعليم والتواصل بالقوات اللبنانية شر قادر تشيل إسرائيل من الوجود قادر تكبب البحر كبب البحر بس أنا ما تحملني إلي أنا تبعات مشروع انت حاملو لش ما أنا نتعرض لحرب إبادة في لبنان من أجل ماذا؟ من أجل حماس واعتباراتها استراتيجية خي فكوا عنا خلي حاربوا هونيك ما بقى تجوا عما نطقنا خي خلص عما نطقنا ما بقى تقربوا وصلت معنا منكم لهون يلي بدوا مقاومة ويعيش لحاله خي تسقط لبدك إيه؟ وعمول لبدك عملوا لحالك عملوا لحالك أنا ما بدي أعمل لا بيشبهون وبرد تفعلون لا بأشكالون لا صورة البشعة بيقرفوك بشكلون بيكبوا حجار بيدربوا معقول هول كونوا قيادين على نفس الجغرافيا اللي أنا يعطي خي ما بديهم ما ببعرفهم ما بيشبهوني شوف يا أخي لبنان يحصل فيها ما يحصل مزاهراته ومرئيس حكومة يتغير وعملة نهار كل ده وأزمة الزبالة تفضل قائمة لا أدي حاجة كده مالاش علاقة بالرجل ده نرجع للموضوعنا يا جماعة هو كان بيقول ليه الأستاذ ده ما بيشبهوني آه الشبهي خالص دول بتوعهم قومة أنا بتوعهم أوحى ما باعترفش بأي مقاوم مش شبهة الأستاذ براد بيت أو نيوكولاس كنتش ما عليش يعني لحسب الوسامة بقرفوكي بشكل هولا معاك حق هي مرامح الرجولة اللي مبالغ فيها ديت فعلاً بتيزعين لزي حضرتك الصراحة إيه ده إيه الحمد لله إن هما مش شكلك يا أستاذ ولا لبسوهم نفس لبسك أ*** دول مش بلبسوا حتى قديدس أصلي مخومة إيه بس أقلي من شانيل الأستاذ مش بيعترف بيهم جلاش ينكوف مش إيه لفي محسبوش مقاوم ما عليش بيستحميله يا أستاذ أصل المقاوم مش فاضي يهتم لا بشكله ولا بلبسه هو مشغول بإحماية العرض وتحرير الأرض أنا أول مرة أشوف حد سياب اللي بيقصف ويعتدي على بلده وراح يواجه المقاومة اللي بتقاوم نفس الاحتلال ده بس في بلد تانية بيكبه حجار ها حجارة إيه يا أستاذ ده أنت قديم قوي حجارة ده كان زمان دلوقت المقاومة الفلسطينية بتكب دبابات وفين في الزبالة عام ناطقنا ما بقى تقرده حضرت بتكلم المقاومة ولا إسرائيل عصر اللي بيضرب لبنان واللي عايز يحتلل لبنان إسرائيل مش المقاومة سواني سواني صحيح بما إن حضرتك يعني من حزب القوات اللبناني ممكن تعرفنا كنتوا فين وكنتوا بتقاوموا إسرائيل إزاي سنة 1982 لما إسرائيل اكتاحت بيروت آه ده نمسيت صحيح أنتوا كنتوا معاهم وقتها لا لا تمام كمل يا أستاذ بس على فكرة اللي إنت مدايق من أشكالهم دول هم اللي طردوا إسرائيل سنة 2000 من لبنان بس شكلك كنت في الحمام يعني بتحلق مش عارف إيه بالزبط ومش متابع أوكي طب إنت ضد المقاومة مستعد كده تسيب إسرائيل تهجر الفلسطينيين كلهم وتوفر لهم أرض عزوا أغلى من أرضهم يعني كل المسألة للجوء صراحة لا بدأ حل بتقدر تحل كل شيء يعني أساساً فلسطينيين موجودين في لبنان مع الليجيين خلص نحن لم نعود في لبنان قادرين على استعاب بتشوف أنت كيف تحكي مع أصحابك بالدول العربية مع الجامعة العربية مع الدول العربية بتقدر تحط الموجودين فيها بفلهم لبنان فيها مساحات شاسعة للدول العربية أنه عندهم مساحات شاسعة بإمكانهم استعابهم آه تمام طب بالنسبة للأطفال طب النساء يلزمك حاجة منهم ولا في مكان تاني يستحملهم سوين ألو فلسطين لو سمحت أي حد شكله يقرف ميروحش لبنان شافولكوا أي مشاحة شاشعة روحوا فيها هنختار لبنان بس للناس الوسيمة اللي فيكم لا يعني من أبو مازن وانت طالع كده الله عليك أستاذ شارع فكرة جبورة إزاي إسرائيل ما فكرتش فيها لا بجد لا المفروض اللي ما يوافقش إسرائيل تقصفه بالطيران أو القنابل الفسفورية أصلاً أنت والله مصدوم بالأفكار ديت المفروض أنت كمان ماكدونالدز تدعمك بوجبة كل يوم أنا بس عايز أفهم هم الفلسطينيين عملوا لك حاجة بتنكشهم ليه ولا أنت بقى جاي تقول شكل للبيع تقدر تحط الموجودين فيها يا عم هو إحنا وقفين بنقل الطوب وأسمنت وبندور نحطها فين دول بشر متهجرين من أرضهم شوف رغم إن منهم عايشين في دول أوروبية ومتقدمة لأنهم كل يوم بينام وهما حطين مفتاح بيتهم تحت المخدة ومنتظرين اليوم اللي هيرجعوا فيه فهم يعني إيه أرضهم؟ ما بعرفهم ما بيشبهوني سري ما عليش انسيت طيب سيبي اللي عايز يقوم يقوم يعني أنت أكيد ما عندكش مشكلة إن هو يقوم بأرضه عشان في حاجة اسمها بيدي هي بتقول قوم المحتل أنت بس لو تفهمنا المقاومة أزيتك في إيه هفهم وجهة نظرك عملت عسكرية عملية عسكرية ناشحة بمعزل عن المجازل اللي ارتكبتها من البدنيين بقلبها مثل ما المجازل اللي عم تتكبتها عمين عم تتكبتها عن حماس يا حماس حماس هذه الحركة يا حماس الزراع إيرانيين هذه الحركات لا تؤمن إلا بالعنف عملوا مجازل بحق مدنيين وهذه المجازل اللي عم تعملها يجب على العالم إيقافها ما لا حق تعملها الرئيس محمود عباس قال بشكل واضح إنه حماس لا تعبر عن الموقف الفلسطيني وإن المقاومة المطلوبة هي مقاومة سلمية مش من هذه الطريقة كل الشباب والصبايا الصهرانيين 251 قتلوا مجازر لن يكون لحماس أي دور سياسي في المستقبل يعني حماس إذا بدك دخلت التاريخ حتخرج من الجغرافيا حتخرج من غزة خلط على الأل حصلت أي حاجة بس أنا في ناس أعرفها لا حصلت تاريخ ولا جغرافيا إحنا بس محتاجين نوع الأجيال اللي جاية بيك وإندخلك في كتب الأحياء ويدرسوك نوع جديد من البشر عندك خاصية باسم الله ما شاء الله مش عنده معاقص كتير ما تزعلش يعني أنت شايف نفسك واحد مقاومة لبنانية وفي نفس الوقت ضد المقاومة اللي في فلسطين اتنين بتدعم إسرائيل ومع السلمية ضد خنابل الفسفور ثلاثة متغاضية عن جرائم إسرائيل بس شايف أن المقاومة بترتكب مجازر الله أنت كنت مطبع على أين بارح ده أنت صهينت منك على آخر ده نايس يقولي يا جماعة أن هم بيخبوا زخيرة تحت المستشفيات اللي إسرائيل بتقصفها عمين عم تحكيها اللي عن حناس يعني بص بص حتى المقدم اللي قاعد قدامه مش عارف هو بيتكلم عن مين عشان هو بيتكلمك عن المقاومة بينسب لهم الجرائم اللي بعملها إسرائيل بص كده هذه الحركات لا تؤمن إلا بالعنف ده على أساس إن إسرائيل قتل 13000 شهيد بالحجة والحوار حضرتك إسرائيل بتمسح مدن بالمنطق أنا مش فاهم أنت زي عايز تعامل الناس بقوة المنطق بينما هم بيعملوك بمنطق القوة حضرتك إسلمية ديت لما تبقى مش مستهدف وقاعد بالبدلة في الاستيديو بتاعك مش في بيتك اللي بتقصف وانت نايم حاول يا أساس تسر نفسك باية إيدان الله يخليك ما تبقاش عبص كده لو أسمعت منك إيداني على الأطفال وعالمجازر كنت بقى أقطع لك إيها يعني الميدان الخمسين بس زي تحكي بالميدان الخمسين ومسا ما عطنا كلمي عن عشر ثلاث ما فيك تجي أبدا تعمل عملية وإنت تحملني إلي أنا تبعاتك إخي إذا أنت عارف إنه هاي دي مكانة قتل الإسرائيلية وعارف إنه هاي دي آل جهنمي إسرائيلية إخي إما أنفهمت إخي مين جبارك تدق في جهنم ده حتى تحول جهنم عليك بهذا المحال خلص شعوب إذا بدك ناس عقلة بيشتغل بهذه الطريقة أيوة صح لما أنت عارف إن اللي قدامك ما كنت قتل بتقاوموا ومستعجل على موتك ليه مش تستنيا يجي يقتلك بالضر ليه تموت مسلح وتعبان لما ممكن تموت بنبس النوم وإنت مستريح عارف إنت لو نتنيه وسيمعك يقول عليا إنت صحيوني ميّل 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 عليا الطرق ما كنت القتل مش بتشتغل على صوتك يا أخي أنا بس عايز أقولك إن ما كنت القتل مش بتستنيا يتريم عليها طوبة دي شغالها استيطان بقالها عشرات السنين يخيمين جاب عرك الدق في جهنم أنا عايز أفق إيه اللي جاب المقاومة والفلسطينيين من أوروبا ورام نفسهم في إسرائيل مش شايف نفسك غلطان شوية عصلي جهنم هي اللي دأت فلسطين مش هم أنا اللي مديني من الكلام ده بعيدا يعني إنه طالع من اللبناني المفوض يتاخد موقف ضد جيش محتل بيقصف وينتاكد حومة بلده وبعيدا يعني عن الموقف الأخلاقي ضد أي جيش محتل هو المقاومة بعيدا يعني عن كل ده عارفين ده يبقى مين؟ ده شخص طبع حزب القوات اللبنانية اللي بيقولوا عن نفسهم المقاومة اللبنانية أنا كنت محتار إنت بتقاوم إيه؟ إيه تا طلعت بتقاوم المقاومة؟ الحمد لله إن المقاومة مش هتسمع كلامك عشان لو سمعته وطبقيته مش هنشوفك في التلفزيون هنشوفك بتناشد من أحد المقايمات إن إسرائيل بعد الشر هتهجرك ليه في نهاية الحلقة لو بتشوفونا من خلال السوشيال ميديا هتقدر تشوفونا كل يوم خميس حصر يعني التلفزيون العربي في الأوقات والتردودات إلى تحت لينك الفيديو ده اشتركوا في قناة جوشو على اليوتيوب فعلوا زر التنبيهات يوصركم جديدنا أقول بأول أصبع على خير أشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من جوشو